السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه تطبيق اسمه اتاب ده خاص بانيرجي منجيمنت سيليوشن يعني ادارة الطاقة من ناحية الدزاين من ناحية التشغيل ومن ناحية اوتوميتد باور سيستيم. هو سهل جدا في الاستخدام ويشتغل على ستاندرد سيستيم اناليسيز ويشتغل برضه على اتاب ديجيال التوائم الرقمي بحيث ان هو يدير المنشأ ويقدر ان هو يكتشف المشاكل قبل ما تحصل حسنا ان شاء الله. زي ما انت شyy Una اتشاف لما تدخل في البرودكت بتلاقي حاجات خاصة بالالكتريكل وحاجات خاصة به اليوبريت اندمنتنز حاجات خاصة بالسيانة اتاب السكادة اتاب او دي ام اس باور مانجمنت. فيuh ، حاجات خاصة بالاناليسيز حاجات خاصة بالاتميت والايوبريتين اوبرايز حاجات خاصة بالبروجيكت منجمنت تصلarial tables في حاجات خاصة به الانجينير اند بيلد وعندنا دي الحاجة الخاصة بالدجتال توين طيب لو انا عندي المعلومات على الريفت وعايزة نقلها على اليتاب ففي شركة ايتاب عاملها هي مائة الجانية تقدر ان انت تقن البيانات من عندك من الريفت للاتاب دي المخططات هي تقدر ان انت تصدرها من الريفت وتستقبلها في الاتاب وتقدر ان انت تستخدمها بعد كده عادي بدون اي مشاكل نقل على الريفت وبعد كده على اليتاب ايتاب ريفت داتا اتشينج نقل في كواليتي اوف تزاين وتتأكد ان هنفيش اي داتا من القرارة قبلها بسيط كل عليك ان انت تقول له داتا اتشينج ويستطدر لك الشغل للاتاب ومن انك تقول له امبورد وتبدأ تشتغل عليه عادي فانا ان شاء الله اصيب لكم الرابط اسفل الفيديو تحاولوا تضربوا ان شاء الله امبورد ريفت دروينج تو اي تاب وان لاين دياجرام امبورد ريفت لود كاسفكيشن تو اي تاب لود كود فاكتور فبسائل جدا بدل ما تبدأ الشغل على اليتاب تاخد الشغل من البيمو تكمله على اليتاب اشتركوا في القناة